طاولة حوارات الاطار التنسيقي تعتمد استراتيجية جديدة الانفتاح على بقية الفرقاء والهدف تحقيق انفراجة في الانسداد السياسي قبيل نهاية شهر رمضان قطة عمل الاطار هذه قد لا يكفيها الوقت الممنوح من الصدريين لبلوغها مع تصلب مواقف التحالف الثلاثي من دعم حكومة الاغلبية لا نريد احد ان يذهب الى المعارضة ولا نريد نقص احد ولكن نريد الجميع ولكن ضمن آلية عمل ضمن مدد زمنية تحافظ على المدد الدستورية وكذلك تشكيل حكومة شكل ادارة الدولة في حكومة ما بعد انتخابات التشري عقبة يصعب اجتيازها داخل البيت الشعي القوى السياسية اليوم اقتنعت اكثر من اي وقت سابق بان تشكيل العملية السياسية وتشكيل المناصب الدستورية وفق الآلية التي سبق تم الحديث عنها اصبحت من الماضي موقف التيار الصدري القاضي بمنح الاطار التنسيقي مهلة محددة لتشكيل تحالفات جديدة فرض على قيادات الاطار خطة عمل مغيرة خطة يأمل قادة الاطار بقدرتها على اعادة مد جسور التوافق مع التيار حزم الشرع العراقية الاخبارية بغداد